السلام عليكم ورحبا بكم معنا في قناة شيوات الديدة مع سايدة الوصفة ديال اليوم ستكون عبارة عن مملحة او لفائف بالكفتة سهلة التحضير كيمكن لنا قدموهم كمقبلات او مرافقات لاطباق اخرى ويمكن لنا كذلك تناولوهم مع اي نوع من انواع الشربات تابعووا معنا الفيديو حتى الاخر وانتقلوا لطريقة التحضير نحتاجوا بالنسبة للعاجين 22 جرام ديال فورس 100 جرام ديال زبدة يجمعك كبار ديال الماء القليل من الملح وبيضة بالنسبة للحشوة نحتاجوا 250 جرام ديال الكفتة لنعدي ديال بقري قليل من الملح بيضة قليل من الزعتر قليل من التحميره شوية الكامون وشيية البزار معلقة كبيرة ديال المعدنوس من قطع هنحتاجوا ايضا شرائح ديال الفرماج حمر اختيارية جوج معلقة كبار ديال بسلام حكوكا هنحتاجوا بقليل من الزيت لانشحروا في الكفتة ديالتنا نحتاجوا معلقة كبيرة ايضا للاسوس باربيكيو هنمروا الاجين ديالنا في الإناء ديالنا هنزيدوا عليه الزبدة نزيدوا الملح ايضا والبيضة ديالتنا وشيج معلقة كبار ديال الماء برد نجمعوا العجين ديالنا حتى نحصلوا على عجينة متماسكة وتكون طيئة لنا في الدينة هدلي العجين كتجي في حال العجينة المكسر هكدا كيكون القاوام ديالها ارتباط طغية كتجمع نحطوها تستعرح ونمشيوا للحشوة بالنسبة للحشوة نحتاجوا الكفتة كما قلنا نمشي لكم بسين جرام هنا الكفتة انا استخدمت بقلي تقدروا تتخدموا الكفتة ديالت الجاج اللي عم توفر عندكم ديالنا غصص باربيكيو نزيدوا البسلاء نضيفوا أربع وباقي المكوينات نحن يمكن لكم نضيفوا واحد إضافة اللي هي على شابلوغ نتبال على شابلوغ لا تدركوا كيف تستخدم ببيضة غير على شابلوغ تتعاون الكفتة ديالتنا باش تديم جموعة كنجمعوا بيدينا تاكد جانس ونزيدوا نقليوها انا هنا من بعد مدرتها أصابع عمرتهم ديالتطرف ديال فرماش خمر من نسبة لي ما عندوش فرماش خمر يقدر ما يديروش من داخل هنا اخذينا مقلات وضعنا فيها الزيت كتكون تتخنات شوية كنحطو فيها الكفتة ديالتنا بغينا هاتقلة من برع تحمر ولكن ما نزيدش الطياب كنحطو فيها الكفتة بغينا هكذا حمرنا نضع نحطوها على جنب بما نطلقو الأجينة ديالتنا نحن الأجينة نطلقوها تكون نلقي قصونك ديالها نقطعوها شرائح نكونوا متساويين تقريبا نقسم الكفتة ديالتنا كلها نطلقوها على جوش نضعوهم في الشارط ونلفو ونقطعوه نحطو المملاحات ديالنا فوق صفيحة مفروشة بورق الزبدة نضحنو قطبان ديالنا بالبيض مخفوق مع شوية ديالتنا نضحنو 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 ندخلوها للفرن المسخن من قبل على درجة حرارة 180 حتى يصبح اللون ديالها دهبي ومباشرة من بعد اخراج ديالها ننزينو الجواند ديالها بالجوون المفروع على هذا الشكل وهكذا هو الشكل النهائي نكونوا سالين الوصفة ديال اليوم وما تنسوش تابنو وفلاشين وديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم المزيد من الشيوات والوصفات على قناة الشيوات الليدة مع سعيدة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة